مالياً أصدر بنك الجزائر الاثنين ورقة نقدية تذكارية من فئة الفي دينار إلى جانب قطعة نقدية دات قيمة خمسين ديناراً وهذا تخليداً لذكرى الفاتح من نوفمبر وموازاتاً مع احتضان الجزائر للقمة العربية هذا وصدر في العدد السبعين من الجريدة الرصبية رقم نظام يتضمن إنشاء ورقة نقدية تذكارية من فئة الفي دينار جزائري بمناسبة الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالجزائر الورقة النقدية الجديدة الأولى حسب الجريدة الرسمية تحمل على جانبها صورة الأمير عبدالقادر وعلى وجهها صورة مقام الشهيد وخريطة العالم العربي وخريطة الجزائر في حين أن الورقة النقدية الجديدة الثانية تحمل على ظهرها صورة لمنارة جامع الجزائر وجبال الأهجار والأثار الرومانية بتيبازا ونخلة وقافلة إبل كما ستكون باللون الأخضر المائل إلى الأزرق في وجهها والأخضر المائل إلى الأسفر على ظهرها فيما ستحمل الورقة النقدية الجديدة المعروضة للتداول كتابات باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى إنشاء قطعة نقدية جديدة بقيمة خمسين دينارا جزائري وتحمل صورة واسم الشهيدة حسب بن بعدي